بسم الله والصلاة والسلام على الرسول الله اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طيباً درس اليوم خاص بكونسترين يختلف عن كل الكونسترينز ومن أهم الكونسترينز يعتبر شبيه بالكوبي لوكيشن وكوبي لوكيشن وياكين أدفانسد متقدم ووظفة الكونسترين إنما يمكن أحرك عنصر زي كده في اتجاه بحركه في اتجاه سواء الـ X أو الـ Y اتباعاً بيختلف في ممكن الـ Rotation أو الـ Scale أو الـ Location لعنصر آخر فأنا لما حرك ده في الـ X الـ Assamble X بتحرك ده في Z ممكن تحرك في الـ X أو الـ Y على حسب ما نشوف إزاي الكونسترين بيعمل طيب الـ Transformation Constrain هنضيفه لي العنصر اللي إحنا عايزين نحركه فهنضيف هنا ترانسفورميشن عايزين نعمله Control وهنسمي ده اللي أكن هسمي Control ممكن نعمل ده Scale شوية هكذا ممكن نحرك ده في الـ Y هكذا طيب هنضيف هنا ترانسفورميشن القائمة دي تختلفت في النسخة قديمة كانت مختلفة شوية في هنا X, Y و Z فلكن القائمة نفس الخصائص بنختار الـ Target اللي هو الـ Control نحن عايزين نحرك إيه من هنا ده بتحرك في الـ X يبقى نختار هنا بتحرك في الـ X ولكن من سالب 3 إلى 3 عايزين نحرك إيه ولكن عايزين نحرك الـ X نحرك من صفر إلى تسعين نحرك الـ Rotation من صفر إلى تسعين طيب خلنا نحرك في الـ Z في الـ X نتحرك كده تسعين طيب عند الـ X ده كده تلاتة كده صفر وهنا تسعين إذن لو كان هنا يبقى 45 ده متوقع فإذن عند الصفر ما بين السابة 3 و 3 هيكون نصف المسافة 45 طيب إحنا عايزين نحرك في الـ Z يبقى نقول إن الـ Z هنا يتعامل مع الـ X مبدئيا الـ X بيحرك الـ X الـ Y بيتعامل مع الـ Y الـ Z بتعامل مع الـ Z إذا نحرك الـ X مع الـ Y بقى نقول إنه الـ Source ده في الـ Y ولكن إحنا عايزين نحرك إحنا عايزين نحرك خلين نقول إنه نحرك الـ Y بقى نقول إنه الـ Source لولا حاجة نصفر ده كده إنه الـ Source في Y هو الـ X وهنا نحرك من صفر إلى تسعين إلى تسعين إذا نحرك هذا كده هكذا طيب ولكن إنا عايزين نحرك في الـ Z بنقول إنه نقول إنه سالب 45 سالب 45 إلى 45 إذا نحرك الـ X فلما ده يتحرك كده في الـ X يتحرك كده في الـ X وهنا 45 هنا يكون صفر طبعا هنا سالب 45 وهنا 45 طيب في حاجة اسمها إكسترابوليت إكسترابوليت وظيفتها إن بدل ما يكون فيه رنج ممكن الرنج يزيد مع الأخذ في الاعتبار القيم يعني لو حطينا هنا 6 فالمفترض يبقى 90 خلين من إكسترابوليت ونقول G في الـ X هنا مفترض 45 هنا عند الـ 96 كل ما يزيد القيم تزيد فإذاً مش هيكون في رنج ولكن مع الأخذ في الاعتبار القيم يعني كل ما يزيد الحرك في الـ X هيزيد مع الـ Rotation إذاً مش محدد بقيم إذاً وظيفة الـ X ترابوليت مش هيكون محدد بقيم طبعا نحن نتعلم مع الـ Control كله كـ Object فمش نحتاج Vertex Group ده كده باختصار Transformation Constrain أتمنى يكون هذا الدرس أفيد في الدرس القادمة إن شاء الله أتحدث عن بعض الـ Constrain مثل الـ Parent مثل الـ Follow باسويلد شيلد أوف